لمناقشة الصراع السياسي بين الأحزاء في العراق واعتصامات أنصار الطرفين ومخاوف تحولها لصراع مسلح ينضم إلينا عبر سكايد من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي دكتور نعمة مرحبا بكم يعني نحو أقل من شهر على اعتصامات التيار الصدري والاحتجاجات المضادة من قبل الإطار التنسيقي ولكن لماذا فشل الطرفان بالتوصل إلى أي حل يرضي الطرفين دكتور أهلا وسهلا بك أهلا الكريم وبقناتكم المؤقرة الحقيقة أكو نقطة معرفة كثير من المراقبين الصحفيين لم يشيروا لها وهي أن هناك النظام الإيراني هو اللي يلعب لأبته في دفع هذا الطرف أو ذاك للتقرب من هذا الطرف أو ذاك لأعطاه تعليمات لفعل كذا وكذا في الساحة العراقية وحقيقة التيار الصدري أنه أراد بشكل أو بآخر أن يغير بعض الممارسات الخاطئة ولو هي تقريبا الأكثرية الخاطئة في النظام السياسي المقيت الذي جاءوا به الأمريكان من عام 2003 لحد الآن لكن جوبه من قبل ذيول إيران أو أطراف إيران بأنها ضد أي تغيير في النظام السياسي القائم لأن تعتبر إيران أي تغيير ولو بسيط في النظام السياسي الحالي هو بداية تغيير لوجوده وإمكانياته واستخدامها لكل المصادر والموارد العراقية المتاحة إلها في الوقت الحاضر لذلك تدفع بشكل أو بآخر بأن لا يكون هناك تقارب على الأقل أو أن يكون هناك صراع ولو مخفي بين الطرفين دكتور نعمة هل يمثل أنصار الطرفين الشارع العراقي كما يقولون تعتقد ذلك دكتور؟ حقيقة هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة الشارع العراقي كبير وواسع وله مهام وله مستقبل وله منظور وله تحليل وله فرص متعددة في المستقبل والإمكانيات والتصور فذا لا يمكن أنه يختزل الشعب العراقي أو الإمكانيات العراقية بما يمتلكه التيارين التيار الصدري والإطار الذيني لإيران الحقيقة كل البعد بعيدة عن هذه الحقيقة طيب دكتور هنا هناك غياب لسلطة الدولة مما يجري لماذا لا تحافظ الحكومة على المؤسساتها الحكومية وإستقلاليتها هل ساعد تهاونها في الوصول إلى ما نحن إليه الآن دكتور نعمة؟ عزيزنا أولا كلمة دولة كبيرة على هذه السلطة القائمة لا يوجد دولة يوجد سلطة السلطة قائمة والسلطة فرق بين الدولة أعتقد عرفناها قبل شهر أو شهر فرق كبير بين السلطة والدولة نعم نحن ليس لدينا دولة لدينا سلطة السلطة ضعيفة واهنة ليس لها مخالب ليس لها إمكانيات بل ضربت ضرب رئيس الوزراء ولم يحرك ساكنه بل جوس على صوره داخل مزرعة الخضراء ولم يحرك ساكنه فأين الحكومة؟ الحكومة هي الميليشيات التي تدير العملية السياسية الخفية خارج الإطار المظلور لذلك عندما نقول أكو سلطة نعم أكو سلطة لكن سلطة واهنة سلطة ضعيفة لا يمكن الاعتداد بها ولا يمكن أن تلبي طلبات الجماهير أو الشعب دكتور نعم هناك من يتحدث عن ربما يصار الأمر إلى صراع مسلح بين الفرقاء السياسيين حيث أن الطرفين يمتلكان ميليشيات في هذا الإطار وفي هذا المفصل كيف يمكن للشعب العراقي أن يثق بطرف سياسي يستعمل السلاح لترهيب الآخر طبعا كما جرى في ثورة تشرين أنا أعتقد الصدام هذا رأيي لا يمكن أن يكون هناك صدام بين طرفين الشيعيين ليش لأن هناك ضوابط من قبل إيران لن تسمح بهذا لن تسمح بأن يتقاتل الشيعة فيما بينهم لن تسمح بهذا ستكون هنا وحتى المرجعية ما يسمى بالمرجعية الرشيدة أنه ستدخل على الخط أيضا إذا كان هناك في تصادم شيعي وأعتقد أيضا وهذا حقيقة يجب أن أقول الصدر عندما يرى الأمور متأزمة إلى حد الصراع يتراجع يتراجع ما يتخذ القرار النهائي وليجعل من الخصم أن يحسب له حساب لأن الخصم المقابل هو عارف أنه الصدر راح يتراجع طيب دكتور في هذا الحديث وذكرتم أنتم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هل تعتقد أنه ربما يمتلك أوراق أخرى يمكنها أن تقلب الطاولة على منوئه السياسيين هل ما جاء به الصدر هو إصلاح حقيقي دكتور؟ أنا أعتقد يجب أن نقول نعم أكو إصلاح كان فاسد نعم الثيار الصدري كثير منه كان فاسدين بل الأكثرية كانوا فاسدين لكن رب ضارة نافعة عندما أراد أن يصحوا وأن يغير وأن يطور وكذا ليش لا يجب على الآخرين أن يأخذوا بيده وينرى هل هو كان فعلاً مسألة استخدام هذه المبررات لمرحلة لفترة لمصلحة لتحقيق مآرب نعم إذا كان كذلك فالشعب أنه راح حقيقة أنه راح يكتشفه بما مثل ما كتشفته ثوار تشرين عام 2019 طيب دكتور إذا كنتم تستبعدون الصراع المسلح بين الإطار والتيار لو اتفق الطرفان على حكومة وافقية ونحن هنا نتحدث عن مصلحة الشعب العراقي هل ستكون لصالح العراقيين لو اتفقوا على حكومة وافقية تنهي الأزمة؟ أخي الكريم هذه من المستحيلات وسجلها عليه من المستحيلات أن يتفق الإطار مع التيار والتيار مع الإطار لن أصبح بينهم ما صنع الحداد كما يقول المثل العراقي فهذه مستحيلة أن يلتقوا ولو بعد حين لن يلتقوا أصبح هناك شخ بياناتهم كبير وهذا الشخ ليس من السهولة جمعهم وتناسي الماضي أصبح كل شخص يعدل الآخر بإيقائه بحيث لن يقوم له قائمة مرة أخرى عبر الكامل لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعم الراوي شكرا جزيلا لكم